موسيقى موجز الأخبار أهلا بكم دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأئمة إلى تخصيص فقارات من خطبة الجمعة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وإدانة الرسوم المسيئة إليه كما بيّنت الوزارة بأن هذه الخطبة يجب أن تبرز جملة من المعاني أهمها أنه لا شيء يمكن أن يبرر الإساءة إلى الذات الإلهية ولا إلى الرحمة المهدات صلى الله عليه وسلم ولو كان المسيء ضحية أعمال إرهابية كما حارصت من جهة أخرى على الإشارة إلى ضرورة عدم تداول الصور المسيئة لذات الرسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تهيج المجتمع بل دعوته إلى مزيد من الحكمة لأن الهدف من هذا الاستفزاز إنما هو إحداث ردود فعل غير عاقل تضاف إلى تصرفات الإرهابية التي وقعت من قبل ونسبت زورا إلى الدين الإسلامي في ليبيا قتل أربعة مسلحين تابعين لجماعة فجر ليبيا المصنفة على لائحة الإرهاب على يد آخرين من تنظيم داعش المتطرف قرب مدينة سيرت شمالي البلاد الهجوم وقع على نقطة تابعة لكتيبة منظوية تحت لواء فجر ليبيا تعرف باسم القوة الثالثة بين مدينتي سيرت والجفرة حيث قام مسلح تنظيم داعش بذبح عناصر فجر ليبيا واستولوا على معداتهم وسياراتهم وكان تنظيم داعش المتطرف قد أعلن تنصيب نفسه رسميا في ليبيا من جهة أخرى أحكم ألجش الليبي حصاره على منطقة الليثي في مدينة بنغازي شرق البلاد وذيق الخناق على جماعة أنصار الشريعة المتطرفة وفقا لمصدر عسكري أيد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ طرح فكرة إعادة مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقال بيان صدر في ختم اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية بالقاهرة إنه تم تكليف لجنة تضم الأردن لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحجد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في المصادقة على قرار إنهاء الاحتلال الذي تقدم به الفلسطينيون نتيجة معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للأمر ننتقل إلى السودان حيث أصدرت المفوضية القومية للانتخابات بالبلاد قرارا بتمديد فطرة الترشيح لخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد حتى الثاني والعشرين من شهر جونفي الجري والتي كانت مقررة في الثامن عشر من نفس الشهر وقال عضو المفوضية القومية للانتخابات الهادي محمد أحمد إن اجتماع المفوضية طارئ أمس الخميس استجاب لطلب عدد من القوى السياسية لتمديد فطرة الترشيحات لتتمكن من ممارسة حقها الدستوري مشيرا إلى أن القرار يعد بمثابة إعلان للمفوضية ومكاتبها المختلفة بالمركز والولايات نشكر لكم طيب المتابعة ورزغاء دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة